أبداً لكم في المقطع يا حبايب صاليم زمان مطالب نعتكم طلب فنحط لكم رابط قناة بالوصف أتمنى من الكل يشترك عدها ونوصلها 10,000 متابع القناة الصراحة تقدم جداً محتوى جميل ولكن ما بيدعم فأتمنى من الكل يروح يشترك عنده ويلا كامل المقطع الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين هيلة على نورستار طبعاً ما يعرف الموضوع فنورستار لا غير اسم هيلة من التعليقات اللي عدها وحالنا ندخل على آخر مقطع نزلت نور الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو وسام تيكيت فوسام نزل على سبب الإنستغرام هذا الستوري اللي يحمس بي المتابعين للمقطع اللي لحنزل باتشر بشان كاتب على الستوري طلع فيه نسخة منها وهنا يقصد بيسان وانه خطها راح تطلع بالفيديو فتوقع انه هذا اول ما راح تطلع خطها أما بالنسبة للمقطع فرح ينزل باتشر الساعة بالأربعة على قناة ففنبولي الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة محمد مار وقناة الجلادين طبعا مثل ما تعرفون فنور مار لغى اسم قمر ويارا من التعليقات اللي عنده وحاليا محمد مار لغى اسم قمر من التعليقات ولكن يارا لا من على قناة الجلادين ثم بالنسبة للدلي فلو ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيها التعليقات ونكتب اسم قمر مار بعدين نكتب اسم يارا مار ونجرب الثينات هم بعدين رو طبعا عن كلمة الأحدث أولا عمود حفظ تعليقات الأشخاص القوية بابا نحفظهم روحوا غير للحساب عمو نشوف هل التعليق لحيطلع للناس او لا بابا غير للحساب ننزل بيها التعليقات وروح لكلمة الأحدث أولا فرح نشوف انه تعليقي مظهر لما علاقت بكلمة قمر مار ولكن طلع لما علاقت باسم يارا مار فاكتبوني يا حباي بالكومنتات شو رأيكم هذا الخبر وشو رأيكم بحركة إخفاء اسم قمر ولكن يارا لا الخبر الرابع اللي عدنا عن رغدة ونزول أغنيتها الجديدة نزلت أغنية رغدة جديدة واللي كانت بأنوان قلق طبعا بالنسبة لأشخاص المسمعوا الأغنية فيه يروحون يسمعوها حاليا طبعا هي تعرضت نهاي من الهجومات انه الأغنية محلوة وانه الأغنية بايخة من هذا الكلام ونصوتها محلو اكتبوني يا حباي بالكومنتات بالنسبة لأشخاص يسمعوها هل عجبتكم أو لا الخبر الخامس اللي عدنا عن أحمد أبو الروب وباري تيوب أحمد أبو الروب نزل على حسابه بالإنستغرام هذو الستوري الحاطبي كلام الباري يقول بيه بكرة تقطقة على أحمد أبو الروب وبدر بدر وواحد ثاني طبعا بالنسبة لهذه التغريدة فيه يشات على تويتر من حوالي أسبوع فيرد عليه أحمد أبو الروب باري ينزل هذه التغريدة قبل أسبوع وما صار شي بعدها شكل قناع كيس الزبالة ضاع وما لقيت كيس الزبالة ثاني بلمع مثل هذاك فهل ما اللي ممكن يا حباي بأنه نشاهد بقاطة تقطقة بين أكبر أو نقدر نقول ملوك التقطقة حاليا وصلوا هنا وصلنا إلى نهاية المقطعات من المقطع جاوكم نلسى تحطون لايك وشتركوا بالقناة شاركوا في زي مقاطعة من القصص وبس مع السلامة